و اعتقد انه وقعوا على اي حد اشتغل صحافة اشتغل اعلام اشتغل تلفزيون وقعوا مؤلم لابعد الحدود مؤلم لانه اقدر اقولك انه الصحافة والاعلام المصري والاعلام اسف العربي الصحافة والاعلام العربي مش بس اللبناني فقد وحدة من اهم محاورات الصحافة والاعلام العربي جزيل خوري الله يرحمها فقدنا سيدة الحوار العربي تاني فقدنا سيدة الحوار في الاعلام العربي واحدة من ابرع اللم تكن ابرع من حاور الرؤساء والقادة والزعماء وكبار السياسيين جزيل خوري طبعا البرنامج الشهير حتى كان يونس زميل العزيز بيفكرني حوار العمر جزيل خوري الحقيقة سنين تصارع المرض وفي صراعها لهذا المرض الحقيقة لا تستطيع ابدا انك انت تبعد عن محاورات جزيل خوري او عشرات المحاورات عشرات الحوارات التي عقدتها وقدرتها بمنتهى منتهى البراعة منتهى المهنية جزيل خوري الحقيقة ان عمري ما شفتها كمحاورة وصحفية لبنانية ابدا انا شفتها دائما كمثال عظيم لادارة الحوار في الصحافة وفي الاعلام العربي بشكل عام جزيل خوري مش فقيدة الصحافة والاعلام اللبناني بس جزيل خوري هي فقيدة للاعلام العربي فعلا سنين الحقيقة من معاناتها من مرض السرطان سنين من صراع شجاع وبالتوازي كانت سنين من الحوارات الحقيقة اللي كانت مهمة جدا ملهمة جدا كاشفة جدا وفي نفس الوقت مهنية جدا وعلى أقصى درجات الرصامة حتى استخدامها للغة كان في أعلى درجات البلاغة نترحم جميعا جميعا على وفاة سيدة الحوار جزي الخوري